قالوا عن الصبر كلام جميل اوي برضو اهل الاصطلاح قالوا هو حبس النفسي وقت الالم ووقت وقوع البلوة ولا نشتكي لأحد الا الى الله ايه المقصود ده ابنان نشتكي من احد الا الله احنا عندنا مشكلة مع ابليس هو بيبقى فاهم كويس حقيقة محبة الله عز وجل لنا لان العلاقة بيننا وبين ربنا ليست قائمة على الانتقام هي قائمة على الحب والود والرحمة والتربية والسعة في العطاء والتربية فالشيطان فاهم ده كويس ومذكره فهو عايز لما يحصل للانسان مشكلة يخرجه عن المصار الصحيح والاطار اللي لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيبدأ الانسان يشتكي هو مش بيتلفظ بألفاظ بألفاظ يعني ايه فيها سخط بس ممكن مثلا يبدأ يتكلم مع حد ويقول له والله ده الظروف كلنا بنقع في الغلط ده ده الظروف مش متزبطة خالص المفروض المفروض ان اول كلمة يقولها المؤمن الحمد لله وكان سيدنا الشيخي علمنا كلمة جميلة اول وقت الازمات يقولك ايه يقولك دايما نقول غارقين في نعمه احنا غارقين في نعم ربنا سبحانه وتعالى والانسان لما ينظر الى احوال الصالحين واحوال الانبياء واحوال الصالحين في عصره وقبل ذلك هيعرف ان هو فعلا غارق في نعم الله سبحانه وتعالى طيب انا موضوع الشكوى ده محتاجين قوي نتكلم عنه بعد اذن هارتك لانه محتاج تفاصيل لان دي العادة فاحنا محتاجين نفهم حدودها ايه بس معانا اتصال سيليفوني بعد اذن هارتك معانا الاستاذة اية ايه السلام عليكم وعليكم والسلام ازاي حضرتك الاستاذة صار اهلا وسهلا يا استاذة اية اتفضلي كنت عايز ارشيخ لو سمحت يعني عندنا في القرى والارياف بيبقى ساعة الوفاة والما يبقى في حد متوفي زي ما يكون بيبقى مش عارفة بقى بيبقى مشوعيهم او ايه بيلطوهم مثلا على خدوتهم يقولوا كلامهم هم من كتر الحزن يعني والفرق وكده والسؤال بقى هل البكاء على الميت بيبقى حرام البكاء بصفة عامة على الفقد يعني او ان حد ماء وقتها تمام يا استاذة اية شكرا جدا لك سؤال مهم جدا ان ده يعني متوفق مع موضوع الحلقة كمان نعم حضرتك فيه نقطة مهمة اوي قبل ما نرد على السؤال احنا قلنا ان الشيطان بيبقى فاهم كويس وعنده استعداد ان هو يخرج الانسان عن الحالة الايمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديها له تمام لما يصبر فيبدأ يشكو طيب احنا قلنا الشكوى وهي برضو في نطاق السؤال يعني الشكوى ان انا ابدأ اتكلم عن الابتلاء بس بحالة من الانكسار ده بيدل على ان انا عندي غياب لمفهوم ومعلومة زي ما قلنا معارف زي ما قال سيدنا الشيخ معلومة ومعارف الفهم عن الصبر طيب انا لو مشيت في الطريق ده المفروض انا قلت لحضرتك ان هو لا الى الله يعني انا ما عنديش مشكلة وهو ده الصح وهو ده الصبر الجميل ان الانسان يكلم ربنا سبحانه وتعالى مفيش بشر يملك لبشر تغيير الواقع او رفع القضاء او البلاء تمام انما مالك القلوب هو الله سبحانه وتعالى الله هو الذي ينبغي ويستحق ان يشتكى اليه ده حتى بيسموها مناجاة ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يسمع من عبدي فانت ليه بتروح تسأل عبد زيك ضعيف يعني لا يملك لك ضرا ولا نفع فالواجب علينا ان عند كل نازلة واي مصيبة ان احنا يعني نختلي بالله سبحانه وتعالى ونناجي رب العالمين طيب انا ما عملتش كده انا بقت في مصيادة الشطاء فنتج عنها الفعل اللي الاستاذة سألته اللي هو طبعا لطم الوجوه او شق الجيوب وده طبعا زي ما احنا عارفين ان ربنا تفضل على الامة الاسلامية بسدنا النبي عليه الصلاة والسلام اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم والجاهلية الى انوار الاسلام وهذا الدين العظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الفعل ده فعل جاهلي لطم الوجوه وشق الجيب او تقطيع الملابس ده فعل جاهلي لا ينبغي ان الانسان يعمله هو دلوقتي كمان بقت عادة بقت كأنها مجاملة نعم المجاملات ان يتلموا الناس ويعملوا كده كأنهم بقى متعاطفين اكتر مع اهل المتوفر ما هو ما فيش معارفة وما فيش حال ولن ينتج عنها عمل زي ما قال الشيخ ابو حامد الغزالي فهو فيه هنا كرثة بقى هو دلوقتي ترتب عليها عمل غير صالح ترتب عليها اعتراض وسخط على قضاء الله عز وجل وفعل من افعال الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا يعني هو خرجه تمام؟ ما اللطم الوجه وشق الجيب تمام جدا سؤالها تاني البكاء نعم الدين ده دين جميل يا فندم وحضرتك احنا مش قالة الانسان عنده مشاعر وعنده احسيس ولو رجعنا الشريعة الشريفة واحوال الانبياء والمرسلين هللاقي ان البكاء وسيلة شرعية محمودة اننا اخرب بيها الالم النفسي اللي حصل لي لما حصل مصيبة او نزلت جي نزل والذي اضحك وابكى نعم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده لما يعني مات ابن ابراهيم سيدنا ابراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه بقى قال ان العين لا تدمع اهو بقى في طريقه متنفسه وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون بس في حزن موجود في حزن موجود تترجم الى بكاء ما فيوش اي مشكلة تمام احنا سيدنا احد الصحابة يعني كلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا سيدنا عثمان فقال يا رسول اهو تبكي فالبكاء دا رحمه طيب سيدنا ايوب اصيب بابتلاءات شديدة كان عنده ساعة من المال وساعة من المكانة الاجتماعية وكان عايش مكان مرموقة بين الناس ومع ذلك ابتليا رويدا رويدا فلا بيبقى معه مال واصيب في جسده